للمزيد حول صراع الأحزاب وشركاء العملية السياسية على السلطة ينضم ولينا الدكتور صباح علو كاتب وباحث سياسي دكتور صباح بداية مرحبا بك السؤال الأكثر الحاحن مع اقتراب الموعد المحدد للانتخابات لماذا تتصاعد التصريحات المؤكدة لاستحالة إجراء الانتخابات تحية لكم حقيقة ما يحصل ويدور في أروقت مجلس النواب بالدرجة الأساسية وحالة الصراع السياسي ما بين القوى السياسية من أجل ضمان بقائها وفق المحاصصة ووفق التقسيمات التي وضعها قانون برايمر في 2005 ولغاية اليوم حقيقة تؤكد مسألة جوهرية وأساسية أن هذه القوى لا تترك السلطة حتى تضع الإراق في حالة من الدمار الكامل وبكل جوانبه سواء سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا ولذلك اللاحظ أن لا يزال قانون الانتخاب رغم اعتماده قبل عدة شهور ولكن في المادة 15 والمادة 16 الخاضعتين لمسألة تحديد دوائر الانتخابية حقيقة رغم أن القانون أكد على عملية التصويت الفرد والترشيح الفردي لأعضاء مجلس النواب في الانتخابات القادمة التي حددت فيه دكتور صباح تحت ضغط التضاهرات أعلن الكاظمي عن انتخابات مبكرة في الوقت نفسه هناك محاولات للدفع إلى تأجيل الانتخابات ستة أشهر أخرى لماذا دكتور يعني يعلن الكاظمي أو أعلن عن انتخابات مبكرة طالما هناك من يدفع لتأجيل هذه الانتخابات الملاحظ حقيقة لواقع حالة الفوضى وحالة الصراع التي تعيشها السلطة الممثلة برئاسة الوزراء والقوى السياسية الضاغطة على السلطة في تحقيق مآربها ومطالبها وأهدافها في مسألة الانتخابات المبكرة واضحة المعالم حقيقة وهناك من يسعى إلى ليس فقط التأجيل وإنما العمل حتى على إلغائها في بعض القوى السياسية وتريدها أن تكون في موعدها الاعتيادي واستمرار مجلس النواب الحالي حتى 2022 وهناك قوى تعمل على تأجيلها إلى شهر أكتوبر القادم في 2021 ولذلك نلاحظ حالة الفوضى العائمة وكأنها سياسة سياسة مدبرة للاستمرار بهذا الشكل في التعاملات السياسية حول القانون الانتخاب من أجل عدم الوصول إلى نتيجة حقيقية والعمل على تأجيلها وقد تكون في 2022 ولذلك نلاحظ الشارع العراقي يحذر بشكل كبير جدا أنها ستزداد مساحة التظاهرات والحراك الشعبي ضد القوى السياسية التي تعمل على إجهاض أي شكل من أشكال التطور السياسي في هذه النقطة البعض يتساءل يقول الكاظمي ربما استغل ورقة الانتخابات المبكرة والإعلان عن الانتخابات المبكرة من أجل إلهاء العراقيين وسط ضغط ثورة تشرين إلى أي مدى ذلك صحيح؟ كل الاحتمالات حقيقة واردة لأن الكاظمي أثبت أنه من الضعف حقيقة يحاول الهروب إلى الأمام دون أن ينظر لطبيعة الصراع بشكل حقيقي ويتخذ الإجراءات لأن هناك خرق واضح جدا للقوى التي بيدها مصدر القرارات السيادية بالأحرى بيدها ولذلك الكاظمي يحاول استمرار هكذا سياسة وصولا إلى موعد الانتخابات وقد تكون انتخابات مزورة ومشوهة هذا الأمر يعني الكثير من يناقش ويتحاور بشأن الانتخابات وكأن الانتخابات هي طوق النجاة للعراق وطوق النجاة للعراقيين حقيقة لا يمكن الاعتماد على أن تكون الانتخابات تصلنا إلى بر الأمان والسبب في ذلك التصريحات للمستشار السياسي لرئيس الوزراء صرحها بأن الانتخابات يجب أن تعتمد بيئة خاصة وتتوفر لها كل الإمكانيات بالدرجة الأساسية الوضع الأمني وهذا غير متوفر ليس الآن وإنما منذ سنوات هناك سوء كبير جدا في مسألة انتشار السلاح وانفلات القوى الحاملة للسلاح في عمليات الترهيب والترهيب في جوانب كثيرة منها وهناك حتى اتهامات ما بين القوى السياسية في الاستعداد للتزوير بذلك نشكرك شكرا جزيلا دكتور صباح علو الكاتب والباحث السياسي كنت معنا عبر الهاتف من عمال